يزور رئيس النظام بشار الأسد محافظة حلب للمرة الأولى منذ اندلاع ثورة ضد نظام حكمه وبالتزامن مع زيارة الأسد وصل وزير الدفاع التركي خلوس أكار إلى المحافظة ذاتها حيث تفقد قوات بلاده هناك الزيارات هذه تأتي مترافقة مع تزايد الخطاب العسكري لأنقرة التي تتوعد بشن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية المزيد في تقرير عبدالقادر الضويحي على أرض حلب تتبادل الرسائل من دون أن تكتب تصل ويقرأ المراد منها عبر حركة هنا وهناك اليوم تزور تلك الأرض أطراف الهوة بينها كبيرة يحط بشار الأسد رئيس النظام في المحافظة للمرة الأولى منذ اندلاع الثورة السورية يزور يتفقد تقطع زيارة الأسد هذه بإعلان وزارة الدفاع التركية بدأ زيارة للوزير خلوس أكار إلى المحافظة ذاتها وبات الفاصل بين الأسد وأكار محطة حرارية تعكس الحرارة في المنطقة زيارة الأسد إلى حلب تأتي في ظل تصاعد الخطاب العسكري لأنقرة التي تتوعد بشن عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية في المحافظة ذاتها والتي يعارضها النظام في دمشق فيما زيارة وزير الدفاع التركي قد تبدو روتينية لكنها تحمل دلالات كثيرة أولها أن الأطراف كثيرة ولم يعود الأسد يملك القرار وأن الأمور بات كثيرها بيد دول تمتلك نفوذا في سوريا وبالنظر إلى التزامن هذا يعاد التساؤل عن طبيعة الوساطة الإيرانية بين دمشق وأنقرة ولسيما أن وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان أكد أن الوساطة أمنية فكيف تقرأ أنقرة الرسائل القادمة إليها من حلب وكيف يرى الأسد ونظامه ما وصل إلى بريدهم من رسالة كتبت بالتركية من حلب ذاتها اليوم وأمام التعقيد الكبير والخرائط المقسمة يعاد القول القديم الذي يصح في كل زمان كأنما الأرض والبلدان موحشة حول هذا الموضوع معنا في الأستوديو أستاذ إدارة العمال في جامعة ماردين الدكتور عبدالناصر الجاسم مساء الخير دكتور عبدالناصر سأل خيرات أهلا نسع الأسد في حلب لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات مدللات الزيارة وكيف تبعتها؟ نعم بداية المساء الخير لك والأستاذ المشاهدين وكل عام وأنتم بخير لا شك أن زيارة بشار الأسد إلى حلب صبيحة اليوم أو من مساء البارحة كان مؤلما ومزعجا جدا للسوريين في كل مكان قبل أن ندخل إلى الدلالات أو إلى الرسائل التي يمكن أن نقرأها من خلال هذه الزيارة أريد أن أصلت الضوء قليلا على أهمية حلب في التكوين السوري حلب لها بصمة واضحة جدا في التكوين السوري بصمة حضارية من عراقة حلب وقدم حلب بصمة في الصناعة في الاقتصاد في التجارة حلب اسمها يشكل هوية هذا الشخص حقيقة هو وأبيه سابقا دنسوا هذه الهوية ويعني عاقبوها عقوبة حلب لم تكن منذ عام 2011 ولم تكن بهذا التدمير الممنهج فقط بدأت معاقبة محافظة حلب منذ عام 1980 على يد حافظ الأسد حين أباح لجنوده في الفرقة الثالثة بدخول حلب واستباحة أحياء حلب ثم بدأت العقوبات الإدارية والاقتصادية والسياسية ويعني الكل يعرف ولا أريد أن أسهب في هذا التفصيل إلا أنه لابد من التوضيح بأن حلب مدينة معاقبة منذ الثمانينات في الجانب الإداري يعني ولا أدل على ذلك وكل أهل حلب يعرفون أن المخطط التنظيمي كان في مدينة حلب يراد توسعته عشرات المرات وترفع المقترحات ولا توافق القيادة المتمثلة طبعا في شخص حافظ الأسد ولا يمكن أن يسمح به وطبعا عدم التوسعة تعني عشوائيات وتعني ما تعنيه الآن ما دلالات هذه الزيارة كيف كانت العلاقة بين بشار الأسد وحلب بشار الأسد كان ونظامه يعاولون بداية على التأخر البسيط الذي كان في قيام مدينة حلب في المظاهرات ومشاركتها بالثورة بشكل واضح وصريح علما أن هذا الأمر كان مبررا وكان واضحا له أسبابه الموضوعية بشار الأسد دمر حلب حرفيا بكل ما تعنيه الكلمة هناك مقاربات ومعاهد تدرس في إطار كوارث الحروب على البناء وعلى المدن قارنت وقاربت بين وارسو في الحرب العالمية وبين حلب بعض أيضا الدراسات تقول أن 75% من حلب تم تدميره كليا كنت أنا في حلب في عام 2013 حين دمرت مأذنة الجامعة الأموي في الشهر الرابع بشكل واضح ومقصود كانت ضربة حقيقية لهوية لهوية مدينة حلب عندما ضربت الجامعة بصاروخين من طيران حربي للنظام وارتقى أكثر من 86 طالب ونازح في المدينة الجامعية إذن تاريخ العلاقة بين مدينة حلب وبين هذا النظام تاريخ دموي كله قمع وكله عقوبات وكله اليوم ماذا أراد بشار الأسد حينما تجول برفقة عائلته وسط هذا الدمار الذي أحدثته طائراته في المدينة ماذا أراد أن يوصل رسائل للسوريين أن يقول للعالم أعتقد أن الرسالة الأولى أراد أن يوجهها بشار الأسد هي رسالة ذاتية لنفسه يريد أن يعيد إقناع نفسه بأنه لا زال يشغل موقع الرئاسة وأنه يستطيع أن يخرج ويزور المدن التي دمرها هو بذاته الرسالة الثانية أعتقد هي رسالة داخلية يريد أن يقنع أيضا السوريين وأهالي حلب بالتحديد حينما كان يخادعهم ويقول لهم حلب في عيوني وهو يدمر حلب بالبراميل أنا لا أعتقد أن بشار الأسد في موقع يمكنه من إرسال الرسائل الدولية هو الآن في أعلى تقييم له في عيون السوريين هو يعني يقوم بدور وظيفي يمثل بعض المشاريع في المنطقة فلا أعتقد هذا رأي شخصي أنه في موقع يؤهله لأن يوجه رسائل سياسية دولية سواء إلى تركيا أو غير تركيا حتى تركيا ما يعني بأنه ربما يكون من المصادفة أن تواجد أيضا وزير الدفاع التركي في نفس اليوم ولكن في الريف الشرقي للمحافظة يعني إذا أردنا أن نحصم الظن كثيرا بفعالية بشار الأسد يمكن أن نقول ذلك من باب التحليل أنا شخصيا غير مقتنأ تماما بهذه الفكرة ولكنك تبتسم أثناء الحديثة نعم لأنني مدرك تماما بأن مشغلي بشار الأسد يعني رفعوا عنه غطاء التمثيل الحقيقي لسوريا يعني عندما يستدعيه وزير الدفاع إلى مطار حميميم وزير الدفاع الروسي عندما يمنعه الإيراني بوضع علم سوريا في مكتب الاجتماع عندما تستقبله الإمارات في حدائق البيوت الخلفية هذا يعني أنه هذا شخص غير قادر على إصدار رسائل للدول هو يحاكي ميليشيات يحاكي عصابات يحاكي مستويات تناسبه هذا ما أعتقده أنا شخصيا لأن الروس والأتراك والمحيط الإقليمي يخاطب مشغلي بشار الأسد ولا يخاطب بشار الأسد هذا ما أعتقده شخصيا والدليل على فقدانه هذه الوظيفة بأن تركيا اليوم كل يوم تقريبا واليوم تهدد بشن عملية عسكرية تركية على رياف حلب التي كان اليوم فيها بشار الأسد نعم أنا أعتقد أن بشار الأسد لا يهمه في العمق ليس من اهتماماته الحفاظ لا على وحدة الأراضي السورية ولا من اهتماماته أيضا الحفاظ على الأمن القومي السوري ولا أبدا هو يريد فقط أن يعيد تكريس الوهم لديه ولد الآخرين بأنه لا يزال يشغل جزء من حيز الرئاسة في سوريا من خلال الشعارات التي اعتدنا عليها طبعا أشكرك جزيل أشكر أستاذ إدارة العمل في جامعة ناردين الدكتور عبد الناصر الجاسم على المشاركة ومشاهدين فاصل قصير ومن ثم نعود للمحور الأخير من سوريا اليوم ابقوا معنا